تصفية الودائع المكتتبة في حسابات بالعملة الصعبة للتجار والمصدرين وشروع في السداد وتعويض الفوائد طبقا للشروط التعاقدية مع زبائنهم تعليمة جديدة يصدرها بنك الجزائر كإجراء تدعمي لتعليمة سابقة حددت شروط مكافأة الحسابات بالعملات الأجنبية كما تضيف التعليم أن الحسابات بالعملة الصعبة للتجار والمصدرين لا يمكنها من الآن فصاعدا أن تستخدم كضمانات إضافية للحصول على تمويلات محلية كون هذا النوع من العمليات غير مطابقة للقانون والتنظيم الساري المفعول هذا وكشف بنك الجزائر أن الأرصد بالحسابات بالعملة الصعبة للتجار والمصدرين لا يمكن أن تشكل موضوع وضيعة لأجل ولا تعطي الحق في أي مكافأة